هلو براي ماري فايف ها واريو ازايكم سنة خمسة عاملين ايه النهاردة هنرجع مع بعض على unit 2 كله يلا بينا نحل اول تست اول سؤال زي ما تعلمنا هنسمع التكست دي ونشوف الاسئلة true هنحط true صح او غلط داليا is a young girl who loves running داليا بتكون اصغر بنت بتحب القاري she practiced everyday and has become very good at it وهي بتتدرب كل يوم واصبحت كويسة جدا فيها يعني في القاري she can run very fast هي بتقدر تقري سريع جدا in her free time في وقت فرغها she likes watching films on tv هي بتحب تشوف افلام في التلفزيون اول سؤال عندنا داليا loves playing football قال لي صحبي لا اهي بتحب running يبقى نحط هنا فالس غلط داليا can run very fast داليا تقدر تقري سريع جدا true صح هي داليا فعلا سريعة 3 داليا likes watching films on tv داليا بتحب تشوف الافلام على التلفزيون false ولا true true bravo هي فعلا بتحب تشوف الافلام على التلفزيون تقال الثاني lesson and complete هنقرأ التكستدي برضو بعدين نكمل safe is good at football safe بيكون كويس في كرة القدم he plays football at the club هو بيلعب كرة القدم في النادي ali is safe's friend ali بيكون صديق safe ali and safe will play together in a team علي و safe هيلعبوا مع بعض في فريق they want to be good football players هم عايزين يكونوا لعيبة كرة قدم شاطرين يلا نحلل اسئلة safe is good at safe بيكون كويس في ايه arena في التكست safe is good at football safe بيكون كويس في كرة القدم نكتب هنا football safe place football at زي نقط ها safe بيلعب كرة قدم فين club بروفو نحط هنا كلمة club بيلعب كرة قدم في النادي three ali and safe will play together in a نقط ها بيلعبوا مع بعض فين in a team في الفريق بيلعبوا في الفريق team سؤال 3 choose the correct answer from a b c or d اختار الاجابة الصحيحة من a b c d i am good at table tennis انا كويس في لعبة التنس but i am bad at لكن انا سيئ في ايه swim swimming swim ها i am bad at اي صحابي لازم قلنا بعد bad at او good at او great at بيجي اسم ناول او فعل في ing يبقى هنختار هنا swimming bravo two i wear my swimming انا برتدي ايه السباحة to go swimming عشان اروح اعوم boots جزمة معينة كده بتاعت الرياضة ولا كاكس شوطات ولا جوجلس ولا rockets راكتس راكتس دي مضارب بتاعت التنس مثلا احنا بنرتدي ايه جوجلس الناتدارة الخاصة بالعوم bravo نختار C three my brother one many not he is good athlete اخويا فاز بالعديد من ايه هو رياضي كويس جدا prices ولا problems مشاكل ولا plants خطط ولا tools ادوات bravo prices my brother one many prizes اخويا فاز بالعديد من الجواز four they are great ad not their mom in the kitchen هما بيكونوا عزمة في ايه في مساعدة ماما في المبخ great ad بيجي بعد ذلك احنا متفقين ايه verb في ing يبقى هنختار helping احنا بنختار ليه helping ليه 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 خطرنا ing ما اختارناش s او help او help او help play football on bravo the pitch انا بلعب كرة قدم on the pitch على الملعب ال pitch on the pitch ده ملعب الارض بتاعته عشبية يعني طرية غير الارض بتاعت الكورت الكورت ممكن عليها نلعب عليها تانية ارض صلبة لكن كرة القدم بتتلاعب على ارض فيها شوية زرع فيها حاجة طرية فالزرع او الحاجة الطرية دي الملعب اللي فيه كده اسمه patch يبقى i play football on the pitch انا بلعب كرة قدم نوصل 1 بc هداية ملك is is a very kind athlete bravo هي دي نوصل 2 بايه هداية ملك is a very kind athlete بتكون بطلة لطيفة جدا 3 i am good بعد good على طول في 8 صح؟ دور على الجملة الاولها 8 d bravo i am good at playing tennis انا كويس في رياضة التنس 4 water pollution can تلوص المايا يقدر ها bravo b cow fish and crabs يعني بيقدر يقتل الاسماك وسرطان البحر اسمه crabs طيب كده خلصنا سؤال 4 يلا نحل سؤال 5 هداية ملك is a famous Egyptian taekwondo player يعني هداية ملك اشهر لعبة taekwondo في مصر she carried the Egyptian leg at the Tokyo Olympic Games in 2021 و حملت العالم المصري في اولمبياد توكيو لعام 2021 she was born in 1993 هي اتولدت سنة 1993 when she was seven she began practicing taekwondo لما هي كان عندها سبع سنين she began هي بدأت practicing خلي بالك دائما انت بتقرأ تيكست الكلمة اللي بيبقى عليها لتعطيها اللاين ولونها اسوي تقيل دي معناه انه هيجبلك عليها سؤال فركز دائما فيها she won many prizes at the age of 14 هي فازت بالعديد من الجواز في عمرها ال 14 سنة she won the bronze medal at the rio olympics in 2016 يعني هي فازت بالمداليا البرونزية في اولمبياد ريو عام 2016 she is practicing hard هي بتتدرب بجد because she wants to win a gold medal عايزة تكسب المدالية الدهبية يلا نحل الاسئلة choose the correct answer from a b c or d اختاري الايجابة الصحيحة هدايا مالك is a famous egyptian not a player كراتي تايكوندو فوتبول باسكتبول برافو تايكوندو هي لعبة تايكوندو مشهورة 2 the underlying word begin means one started watch it light برافو started the underlying word begin means started الكلمة اللي تحتيها خط begin يبدأ بمعنى start started معناها يبدأ برضو answer the following questions يعني جاوب الاسئلة التالية why is Hidayah practicing hard ليه؟ هدايا بتتدرب جامد و بجد ليه؟ تعال نرجع للتكست تعالينا she is practicing hard because she wants to win a gold medal الي هي بتتدرب بجدية لان هي عايزة تفوز بالمدالية الدهبية دي الإجاب 4 بقى سؤال 4 بيقلنا summarize the text in one sentence يعني نلخص التكست اللي فاتدي في جملة واحدة ممكن نقول a sports biography about Hidayah Malk يعني سيرة ذاتية رياضية عن Hidayah Malk كده يبقى لخصنا التكست سؤال 6 we order the words to make correct sentences يعني نرتب الكلمات علشان نعمل جمال صحيحة اول سؤال sports in Egypt what have do we اللي نبدأ what هتبقى what sports what sports do we have in Egypt يعني ما الرياضيات اللي انت بتعملها في مصر what sports do we have in Egypt الرياضات اللي عندنا في مصر type 2 sports which you want to try like اللي نبدأ ب which هتبقى which sports would you like to try أي من الرياضيات اللي انت تحب تقربها watching he match a squash اللي نبدأ به هتبقى القملة كده he is watching a squash match يعني هو بيشاهد match squash 4 throw never in garbage legs اللي نبدأ ب never هتبقى never throw garbage in legs يعني ابدا ما ترميش كمامة في البحيرات سؤال 7 punk street بيقول لنا punk street the following يعني نرقم الجملة التالية i don't go to school on fridays يعني انا مش بروح المدرسة ايام الجمعة اي صحابي لي مفوضي تزبط i ابدا ما تبقى small تبقى capital وكمان اي بمعنى هنا انا فطالما اي جد بمعنى انا في نص الكلمة في اول الكلمة في اخر الكلمة لازم تبقى capital i don't بعد ال N في apostrophe وبعدين T وبعدين نحط full stop في اخر الجملة تبقى الجملة كده سؤال 8 بيقول لنا write a biography of about 40 words using the following guiding elements يعني اكتب سيرة ذاتية مكونة من 40 كلمة باستخدام العناصر الارشدية التالية عنوان الparagraph اللي هنكتبه a famous Egyptian athlete بطر رياضي مشهور guiding elements كلمات اللي هترشدنا practice يمارس competitions يعني منافس عنوان الparagraph famous Egyptian athletes يعني رياضي مصري مشهور هنتكلم عن هدايا ما لك ممكن نقول كده هدايا ملك is a famous Egyptian athlete يعني هدايا ملك دي بتكون لعبة مصرية مشهورة she carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games هي رفعت او حملت العالم المصري في توكيو أولمبيات توكيو للألعاب she began practicing taekwondo at the age of 7 هي بدأت مارس رياضة taekwondo وعندها 7 سنين she helped a mark on athlete with special needs هي ساعدت بطلة مغربية منذ الاحتياجات الخاص to win a competition في انها تفوز في المنافسة she won many prizes هي فازت بجوائز كتير وكده نحط full stop وكده يكون خلص التستبتعل عايزيكو بقى عايزيكو تعملوا لايك اوفولوا على البيجي بتاعتنا على الفيسبوك بعنوان ميسوسانا علشان بينزل عليها فيديوهات جديدة وكتيرة هاسبلوكم اللينك بتاعها في الوصف وكمان عايزيكو تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سابسكرايب دوسوا عليها وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو عايزين تشاركوه مع أصحابكم عشان نقدر نكمل ده كمان جروب على الفيسبوك لو حابين تنضم واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة